أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند النهاردة هم نتكلم بالتأكيد على محورين وموضوعين مهمين جدا الموضوع الأول بالطبع هو مباراة مصر المقصة والأهلي في إطار مباراة الجولة السبع وعشرين وهي مباراة صعبة جدا ومهمة جدا أولا ضغط مباراة وتوالي مباراة وكلمنا عن الأمور دي كتير في الحلقات اللي فاتت لكن خلاص هم نتكلم على المرحلة اللي احنا بنعيشها في الفترة الحالية ولا بديل أمامك سوى الانتصار والفوز الأداة والمستوى ده ممكن نتكلم عليه بعد كده بقى لما ينتهي الموسم وإزاي تبدأ تحضر للموسم الجديد بفترة إعداد جديدة في الفترة اللي جاي لكن ألا وأن الفترة الحالية مباراة قوية وصعبة وكل الفرق بتتسارع على النقطة في صراع كبير جدا تحت في منطقة الهبوط والفرق بتتسارع على البقاء في الدوري ونفس الأمر في منافسة سلاسية على صدارة الدوري الأهلي زمالك بيراميدز فبالطبع المباراة هتكون كلها قوية جدا النهاردة يمكن ريكاردو سوارش المدير الفني لفريق النادي الأهلي اختار قيمة لهذه المباراة في ظل الإصابات العديدة والغيابات المؤثرة في الفترة الأخيرة قدر يختار قيمة ياخد بيها مباراة النهاردة ريكاردو سوارش اختار قيمة من محمد الشناوي ومصطفى شبير وعلي لطفي في حراسة المرمة في خط الدفاع رمي ربيعة محمود متولي ياسر إبراهيم أيمن أشرف محمود وحيد علي معلول كريم فؤاد محمد هاني وبالتالي يمكن الغيابات مش موجودة في مركز حراسة المرمة ولا خط الدفاع الحمد لله لكن تعالى بقى عند خط وسط الملعب عند غياب مؤثر جدا لعمر السلية وبالتالي تم الاستعانة بأليو ديانج وحمد فتحي بالإضافة إلى محمد محمود في خط الوسط الهجوم الغيابات أكتر تأثيرا بقى احنا بنتكلم بوجود أحمد عبدالقادر وقفشة وليد سليمان عودة لويسم كيسوني عودة زياد طارق عودة محمد فخري ليه؟ لأن انت عندك هنا غيابات مؤثرة من غيب عندك طاهر عندك كمان حسين الشحات فيه كمان بير سيتاو وكمان صلاحة محسن طيب تروح لخط الهجوم مفيش إلا رأس حربة واحد وهو حسام حسن نتيجة غياب بالتأكيد محمد شريف اللي خلاص المسلم بالنسبة له انتهى في الفترة اللي جاية دي القائمة اللي اختارها ريكاردو سواريش شايفين يمكن الاختيارات محدودة والظروف اللي بتعرض لها الآله في التأوية الحالي من حجم الإصابات اللي في الفرقة بالتأكيد ممكن يؤثر على أي فريف في المراحل القادمة لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في المجموعة اللي تم اختيارها النهاردة تقدر تعمل مباراة كبيرة وتحرز الثلاث نقاط لان كمان 48 ساعة عندك مباراة مؤجلة مع المولين العرب واهميتها بتاعت ان انت داخل خلاص مع نهاية شهر سبعة مهم جدا شكل ترتيب جدول الدوري قبل ما تركز بقى في شهر تمانية وصراع الصدارة على مباريات الدوري ولسه عندك مباراة مؤجلة تاني ان شاء الله في منتصف أغسطس مع فريق النادي الإسماعيل وهي مباراة مؤجلة من الجولة التمنتاشر طيب ده جزئية متعلقة بالقيمة اللي اختارها